أجل عباد الله ولقد كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى على جانبٍ عظيمٍ في صلاة الجماعة على أمرٍ عظيمٍ في أمر صلاة الجماعة فهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه خرج يوماً إلى بُستانٍ له إلى حائطٍ له إلى مزرعه فرجع والناس وقد صلَّ الناس العصر فقال إنا لله وإنا إليه راجعون فهتثني صلاة العصر في الجماعة أشهدكم أن حائطي هذا على المساكين صدقه وهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقول لأنتم لأ أذن بن آدم رصاصًا مُذابًا خيرٌ له من أن يسمع النداء ثم لا يُجيب فكم سمعنا النداء وما أجبنا عباد الله وهذا سعيد بن المسيِّب رحمه الله تعالى كان يقول ما أذن مؤذِّن منذ عشرين سنة إلا وعنَ في المسجد وهذا ميمُون بن مهران أتى المسجد يوماً فقيل له إن الناس قد انصرفوا الناس قد صلُّوا الصلاة وانصرفوا فقال إنا لله وإنا إليه راجعون والله والله لفضل هذه الصلاة أحبُّ إلي من ولاية العراق وهذا الربيع بن خُذين كان قد سقط شقُّه في مرضٍ اسمُه الفالج وما يُسمَّى في عصرنا الجلطة فكان يخرُج إلى الصلاة يتوكَّأ على رجلين فيُقال له يا أبا محمد لقد رُخِّص لك في أن تُصلِّي في بيتك فأنت معذور فقال هو كما تقولون ولكن أسمعُ حيَّ على الصلاة حيَّ على الفلاح فمن استطاع أن يُجيبه ولو زحفًا أو حبوًا فليفعل وهذا إبراهيم الواسطي رحمه الله تعالى واسمعوا لهذا الأثر العجيب قال رأيت أبا ليث الخُرساني رأيته ببلدة طرسوس رأيته يعزَّ أي يعزُّونه الناس فقلتُ ما شأنُه من مات له فقيل لقد فاتته صلاة الجماعة وهذا محمد بن سماعة التيمي قال مكثتُ أربعين سنة اسمعوا عباد الله يقول مكثتُ أربعين سنة لم تفُتني تكبيرةُ الإحرام إلا يوم ماتت أمي فلا إله إلا الله كانوا كذلك عباد الله لأنهم أرادوا أن يكونوا كما قال الله إنما يعمر مساجد الله من؟ من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشَ إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين فنسأل الله عز وجل أن نكون من المهتدين وأن نكون من الذين يحافظون على أداء صلاة الجماعة في جماعة المسلمين